اشتركوا في القناة ورصة تمكين دائم على أخذ آراء المقترحة من قبل الجمهور بعين الاعتبار بصفتها إحدى الأسس الرئيسية لعملياتها جاء ذلك خلال تنظيم تمكين للمنتدى التشاوري المفتوح مع الجمهور لعام 2015 بمشاركة أكثر من 600 ممثل عن العديد من المؤسسات ذات العلاقة بهدف جمع الآراء والتوصيات حول برامج وأولويات تمكين للعام المقبل وقدمت تمكين خلال الجلسة عرضا تفصيليا حول إنجازاتها فيما يتعلق بالأهداف المدرجة ضمن استراتيجيتها لعام 2017 والتي تشمل الجهود المبذولة لتحسين الجودة وتحقيق نتائج فعالة والتركيز بشكل أكبر على الزبائن نحن عن طريق الاستمرارية وإن شاء الله نبين للجمهور وعملائنا الكرام أن رأيهم مهم وتجاوبنا مع رأهم فسنة على سنة يزيد الحضور مثل ما قلتنا في الافتتاحية تمكين مؤسسة إنشاءات لخدمة الاقتصاد الوطني والقطاع والمواطن البحريني إن كان صاحب عمل أو موظف فنحن دورنا نحاول أن نخلي المواطن يحقق طموحاته كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم عظبي الجلاهما كشفت عن مناقصات هذا العام والتي تؤكد نجاح برنامج الشراء الموحد في تزويد وزارات الصحة والقطاعات الصحية الأخرى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باحتياجاتها مؤكدة أن هذا البرنامج الطموح لا يزال يستقطب المزيد من القطاعات الصحية للمشاركة فيه حيث بلغ إجمالي قيمة البنود المرساة في مناقصات اللوازم الطبية أكثر من مليار دولار أمريكي وأكدت الجلاهما على أهمية مراجعة الأسس والأنظمة والشروط الفنية لكي يتم بموجبها طرح هذه المناقصات من قبل اللجان الفنية المختصة في بورصة البحرين أقفل المؤشر العام بانخفاض وقدره 17 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونا ومئتين وسبعة آلاف وتسعمائة وعشرين سهما بقيمة إجمالية قدرها ثمانية وثمانون ألفا واثنان وخمسون دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال أربعين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مع نسبته 90% من القيمة الإجمالية للأسهم ترجمة نانسي قنقر